والحديث أكثر عن آخر استعدادات الانتخابات ينضم معنا مباشرة مهند مصطفى من الفريق الإعلامي للمفوضية أهلا بك أستاذ مهند معنا في نشرة الرئيسة من دجلة بداية يعني الحديث عن ثلاثة ملايين بطاقة بيومترية مطبوعة جاهزة لم يتم تسليمها حتى الآن هل نستطيع القول أن الأيام المتباقية نتحدث عن 21 يوما هل هي كافية لتسليم البطاقات في موعدها المحدد؟ تفضل طبعا ابتداء أنا رحب حضرتك ورحب بمتابعي ومشاهدي قناة دجلة الفضائية طبعا ابتداءت المفوضية أنه تكثب الحملة العالمية الخاصة بعمل توجيه بطاقة الناخبة الإلكترونية البيومترية على المواطنين من خلال قنوة الفضائية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيضا نشر مجموعة من البوسترات وفليكسات في الشغارة والساحات الرئيسية العامة في عموم العراق هذه الحملة تم التكثيفها ومن أجل حث المواطنين على ضرورة مراجعة مراكب التسجيل من استرهام بطاقاتهم والانتخابية البيومترية الذين حدثوا بياناتهم في الفترة الأخيرة بضمان مشاركتهم في الاستقاق الانتخابي القادم نعم طيب أستاذ مهند ورحب بك من جديد في هذه النشرة يعني كما قلت عدد البطاقات البيومترية غير المستلمة عدد كبير وقادر على قلب الموازين بالتالي هل المفوضية ستقوم بإرسال فرق لتوزيع هذه البطاقات أم يجب على الناخب المجيء إلى مركز الاقتراع وأخذ بطاقته طبعا هناك فرق جوالة تقوم بعملة توزيع بطاقة الماخبة البيومترية على المواطنين من خلال الذهاب إلى منازلهم والتجمعات السكانية بالاتفاق مع قادة الرأي في داخل هذه المناطق والمختارين وأيضا مواجهة غذائية هذه الطرق تمت استهداثها من خبر المفوضية وذلك لزيادة توزيع البطاقات المتبقية وأننا نأمل في الفترة المتبقية من خلال تكتيف الحملة الإعلامية على المواطنين الذهاب إلى المراكز السلام بطاقاتهم الانتخابية طيب يعني أستاذ مهند في حال انتهت المدة الزمنية المخصصة لتوزيع هذه البطاقات ولم يتم تسليم كامل هذه البطاقات ما هي الألية للتعامل مع البطاقات المتبقية لدى المفوضية هل سيتم إتلافها أو إيقافها بشكل مؤقت وهل هناك مخاوف أو طرق ربما يستخدمها المزورون لاستخدام هذه البطاقات التي لم يتم تسليمها هل هناك خوف من ذلك؟ طبعا لن تكون هناك أي خوف من هذه العملية المواطن الذي لن يذهب للسلام بطاقاته الانتخابية سوف يكون لن يستطيع المشاركة في الانتخابات نحن بدورنا في الأيام الأخيرة المتبقية لعملية التصوير وبعد توقف عملية التوزيع سيتم سحب هذه البطاقات من مراكز تسجيل وترسل إلى مكتب المحافظة ومن ثم ترسل إلى المكتب الوطني ثم تخزن في قاصة في داخل المكتب الوطني ومن ثم تجري عملية الانتخابات الذي لن يستطيع بطاقتي في هذه الفترة سوف يحرم للمشاركة في الاستقاق الانتخابي المقبل ولن يؤثر عملية عدم استنامه لبطاقته على نتائج وسير العملية الانتخابية فقط سوف يحرم نفسه من المشاركة في الاستقاق الانتخابي وهو الاستقاق خاص به كشخص طيب أستاذ مهند القوى السياسية سبقوا أن وقعت على مدونة السلوك الانتخابي نتحدث أكثر عن هذه المدونة وإلى أي مدى هي ملزمة طبعا وقعت القيانة السياسية المتنافسة في انتخابات مقبلة على وثيقة سياسية أخلاقية تلزم الكيانات السياسية بالاتفاق على سير العملية الانتخابي والتزام ببنود والقوانية والتنظمات الأنظمة التي وضعتها المفوضية بحضور دولة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وحضور فريق الأمم المتحدة المساعدة الانتخابي يونامي وأيضا الوكالة الدولية وأيضا مرؤية الأمم المتحدة وجانبنا الأممين هذه الوثيقة ملزمة للكيانات السياسية المشاركة في الاستقاق الانتخاب المقبل بضرورة عدم التنافس الغير صحيح فيما بينهم وأيضا زرع الثقة ما بين الكيانات السياسية والمواطن من أجل الوصول إلى نتائج انتخابات تكون ملزمة لجميع الأطراف العملية السياسية في الانتخابات المقبلة هناك من يتحدث أستاذ مهند عن قيام بعض المرشحين بشراء بطاقات انتخابية يعني في هذه الانتخابات السؤال ما هو جدوى شراء هذه البطاقات وكيف يمكن تزوير الانتخابات من خلالها خاصة بعد أن أعلنتم بضرورة وإلزامية بصمة الأصابع العشرة عند التصويت طبعا واحدة من الإجراءات باللقات المفوضية في الحد من عملية التلاعب أو نية التلاعب لدى الأحزاب أو الأفراد الذين ينمون هذا العمل هناك بطاقة بانومترية لن يستطيع أي شخص المشاركة في الانتخابات ما لم يكن يحمل بطاقة الانتخابية وهذا في هذه الحادة سوف يكون هناك احتراز من ناحية المواطن في مسألة المشاركة والانتخابات إلا بحمله بطاقة الانتخابية وليستطيع أي شخص المشاركة في الانتخابات ما لم يكن يحمل بطاقة إذن لا فائدة من عملية بيع وشراء فهذا ما متداول في وسائل الإعلام إنه ناكبا يشتري هذه البطاقة أو يحتفظ بطاقة المواطنين ويحتفظ بها لن تكون له جدوى من عملية شرائه لهذه البطاقات لأن المواطن يجب بنفسه أن يذب إلى صندوق الاقتراء والمشاركة من خلال تواجده في داخل المحطة التي تكون اسمه وتواجده فيها نعم طيب أستاذ مهند بموضوع المراقبة الدولية يعني دول ومنظمات كثيرة أعلنت استعدادها لإرسال مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية بالتالي هل لديكم رقم محدد لعدد هذه المنظمات أيضا أين سيكون انتشارهم طبعا هناك اهدمام عالمي من دول عالمي في مسألة المشاركة في الاستخلاق الانتخاب بالنسبة للأراضي هناك الأمم المتحدة فريق من الاتحاد الأوروبي فريق من فرق من السفارات التي لديها تمثيل داخل عراق وأيضا من جامعة العربية والاتحاد الإسلامي بعثوا بمندوبين لتهيئة عملية وصول فرق المراقبة الخاصة بهم وتهيئة الأماكن التي سوف يكونون قد يذهمون لمراقبها في محافظات عراق بالتنسيق والتعامل مع مفوضية الانتخابات ترتق المفوضية في هذه المرحلة سماح لأكبر عدد ممكن من العلاميين ومراقبين دويلين وأيضا العلاميين المحلين ومراقبين دويلين المحلين بمراقبة العملية الانتخابية من خلال تواجدهم في داخل المحطات بعد استحصالهم على باجات هذه المراقبة تسمع لهم في الدخول إلى داخل المحطات ومراقبة تأسير عملية الانتخابية أستاذ مهند هناك وثيقة صدرت عن مركز الانتخابات اليوسفية ببغداد تحدثت عن فقدان أحد موظفي المفوضية وكان بحوزته بيانات انتخابية هل لك أن تضعنا في صورة ما جرى لو سمحت فضل طبعا هذا الأمر ليس بالدقة التي نقلتها بعض وسائل الإعلام هناك موظف من موظفي العقود الذي تم التعاقد معهم في خلال هذه الانتخابات كان ذهب إلى المكتب المحافظة لتحديد بيانات حاسمة من الحاسبات وهذا أمر طبيعي يجري في كل مراكز الانتخابية في عودته إلى منطقته كان في سيارة شخص معين وتم تقال قلب عليهم من إحدى الجهات الأمنية وليس هو الشخص المطلوب إنما الشخص الذي كان في السيارة هو الشخص المطلوب لكن تعرف الإجراءات أن كل من في السيارة تم اعتقالهم ولكن الأمر جار على أنه الرجل ليس لديه أي ذنب مجرد أنه صعودة في هذه السيارة أما بالنسبة لبيانات فمزل التحديث للجهاز لا أكثر والأقل وليست هناك بيانات خاصة بعملية الانتخابية المقبلة إذن كل شكر للأستاذ مهند مصطفى من الفريق الإعلامي للمفوضية